اليمن بلد منهك اقتصاديا وزادته الحرب سوءا لكن لا يدرك وطأتها إلا اليمنيون وحدهم الذين يدفعون الضريبة الكاملة للمأساة التي تتفاقم يوما بعد آخر يعيش نصف اليمنيين تحت خط الفقر وأكثر من مليون ومئتي ألف موظف رواتبهم منقطعة منذ أكثر من عشرة أشهر بينما يتساءل مراقبون إذا كانت الدولة تسيطر على ثمانين بالمئة من البلاد ومواردها لا سيما النفط والغاز فلما لا تغطي هذه الموارد رواتب الموظفين والخدمات العامة خصوصا أن القطاع النفطي وحده يغطي نحو سبعين في المئة من إيرادة الدولة وزارة التخطيط هي الأخرى أعلنت في مايو 2016 عن الجاهزية الكاملة لاستئناف تصدير الغاز ورغم تأكيد الحكومة بعد ذلك بثلاثة أشهر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول المسيلة إلا أن ما أشيع هو أن التحالف رفض قبول التصدير ما يضع العصى في العجلة دون الإفساح عن الأسباب وسواء كان السبب هو عرقلة التحالف أم عدم توفر الإرادة السياسية فإن وضع اليمنيين يزداد سوءا وعلى مرءا ومسمع من الحكومة والتحالف للإمارات وهي الدولة الثانية في التحالف العربي دور بات يثير استياء الكثير من اليمنيين غير أن التحركات الأخيرة لسلطات أبو ظبي عبر ما يسمى الحزام الأمن في مناطق تصدير النفط والغاز المسال وتحديدا ميناء بالحاف والضبة بات يكشف بجلاء موقفها من اليمنيين ويشير بأصابع النقد إلى الإرادة المسلوبة للحكومة الشرعية وفيما وصل الريال اليمني لأدنى مستوياته حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أربعمائة ريال ترتفع بالمقابل أسعار المواد الغذائية بصورة جنونية نتيجة الانهيار شبه الكامل للمنظومة الاقتصادية لا يبدو أن هناك حلولا جذرية ولا تحركات حكومية جادة لتلاف خطر انهيار العملة رغم التحذيرات التي أطلقها اقتصاديون محليون ودوليون تغيب موارد الدولة وتتوزع بين سلطتين تمضيان بمعزل عن حاجة المواطن ومأساته التي تتفاقم يوما بعد آخر